نعم لنبدأ بالحديث عن جامعة كولومبيا حيث تشير انباء إلى أن المفاوضات بين إدارة الجامعة والطلاب قد فشلت وقال وفد من الطلاب أن المفاوضات لم تجري بنية سليمة من قبل إدارة الجامعة وبالتالي فشلت هذه المفاوضات لأن الجامعة لم تأتي لتلبي أي من الطلبات التي طلبوها خلال الاعتصام وإنما جاءت لتضع إملاءات على الطلاب وتهددهم وبالتالي فشلت هذه المفاوضات تجدر الإشارة إلى أن جامعة جورج واشنطن كان هناك حديث عن أن عميد الجامعة سيأتي للحديث والتفاوض مع منظمي المظاهرة هناك ونحن بانتظار معرفة إلى ما ستقول إليه هذه المفاوضات ولكن يبدو بشكل عام ما هو واضح أن الجامعات لا تنوي الاستجابة لطلبات المعتصمين لا تنوي وقف الاستثمارات لا تنوي العودة عن قرار طرد وجلب الشرطة ويبدو أن الجامعات سوف تبقى مستمرة على موقفها المتعنت من طلبات الطلاب المعتصمين وهذا سوف يؤدي إلى تصعيد محتمل في مختلف الجامعات الأمريكية نحن نتحدث عن صدامات وقعت في جامعتي فيرجينيا تيك ليلة أمت وجامعة فيرجينيا كومنويلث كان هناك نوعين من الاعتصامات وكان هناك اعتقالات جرت خلال هذه الاعتصامات في الحرم الجامعي ويبدو أن ولاية فيرجينيا تبدو أكثر قمعا للمظاهرات التي تجري في الجامعات التي تقعد في إطار حدودها ويمكن أن نشير إلى أن مختلف الولايات تختلف حسب إدارة كل جامعة وحسب قوانين الولاية ولكن بشكل عام يبدو أن هناك خط واحد يجمع كل هذه الجامعات وهي رفض وقف الاستثمارات والتعاون مع إسرائيل وبالتالي يبدو أن الطلاب سوف يبقوا على اعتصامهم لفترة طويلة نقطة أخيرة أود أن أشير إليها إجازة الصيف سوف تبدأ قريبا هنا في الجامعات والطلاب يقولون أنهم سوف يستمرون في اعتصامهم حتى خلال الإجازة الصيفية نعم سهيل فقط فيما ذكرته من نقطة المواجهات التي حصلت بين الطلاب وأجهزة الأمن أو الشرطة في الولايات المتحدة كيف يتعاطى الوسط المدني في الولايات المتحدة والثقافي مع هذه الاعتداءات التي يتعرض لها الطلاب السلميين هذه نقطة مثيرة للجدل بشكل كبير هنا في الولايات المتحدة لأن البيت الأبيض اليوم تحدث أنه يدعم المظاهرات السلمية طالما استمرت السلمية هذا هو آخر تصريح صدر من البيت الأبيض فيما يتعلق بالجامعات وبالتالي نقطة أن تلجأ الجامعات للشرطة لفضل الاعتصامات هذا يعني أن الجامعات تتذرع بحجج مختلفة لتقول أن هذه التجمعات والاعتصامات غير سلمية فهي تتذرع أن هذه الاعتصامات على سبيل المثال تعيق حركة الطلاب أو تجعل فئات معينة من الطلاب تحديداً الطلاب اليهود خائفون من التحرك في الحرم الجامعي أو أنها تعطل الامتحانات الآن في الجامعات الأمريكية هناك الامتحانات تجري في الامتحانات النهائية للفصل الدراسي فبالتالي هناك كثير من الذراء التي من الممكن للجامعات استخدامها لتقول أن هذه التجمعات غير سلمية وبالتالي تستخدم القوة المفرطة لفضل الاعتصامات ولكن حسب ما يرى المشاهد العادي والمتابعة العادي قد تحدثت اليوم مع عدد من المراسلين الأمريكيين الذين جاءوا لتغطية الحدث وأكدوا لي أنهم يعتبرون أن ما يجري هو اعتصام سلمي ولا يجب لأي جهة أن تصفه بأي شيء آخر غير أنه اعتصام سلمي وبالتالي هذه نقطة يجب أن يشار إليها إلى أن الاعتصام بالفعل اعتصام سلمي ولكن الجامعة تحاول أن تضعه في إطار مختلف لكي تنفذ أجندتها نعم أشكرك على كل هذه التفاصيل سهيل وسنكون بالتأكيد معك لمتابعة آخر التطورات لهذه الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة